طيب دايما مع بداية الصيف بتبدأ بقى الناس إن هي تتجه للشواطئ وفي الغالب معظمنا يعني بيحب يروح إسكندرية أجمع فيش أجمل من إسكندرية يعني عروس المتقص إسكندرية بتعتبر من أكتر المصايف استقبالاً للزوار سواء بقى في موسم الصيف أو في الأعياد وكمان في الشتاء يا ولد دايما يقول لك إسكندرية في الشتاء هي مشتة أكتر الناس بيحبوا يروحوا في الشتاء لأن هي أدفة كمان هي كمان في الشتاء أدفة من القاهرة وفي الصيف جواها أحلى مقاهرة هي طبعاً طول الوقت حلوة طبعاً إسكندرية ما فيش فيها كلام فكاميرتنا كاميرت صباحك مصري زارة إسكندرية عشان نتعرف على استعدادات المحافظة لاستقبال المصطفين فتعالوا نشوف إيه اللي حصل هناك من خلال هذا التقرير هكذا كانت شواطئ الأسكندرية التي تغنى بها أكبر مطر بالعالم والممتدة بطول الكورنيش من المنتزها شرقاً وحتى قصر رأس التين بأكثر من 20 كيلو متر بدأت كحمامات وشواطئ للأجانب والبشوات منذ عام 1870 ثم مقصداً للفنانين وصنع السينما أحلى شمس وأحلى رملي وأحلى مي أحنا وشبابنا وحبنا سكندرية أحلى شمس وأحلى رملي وأحلى مي أما الآن فقد أصبحت الشماسي تدق في الشواطئ للبسطاء ومعها ودعت الشواطئ السكندرية مصطفيها من الأجانب وباتت وجهة أساسية لأبناء المحافظات الريفية والصعيدية والله أنا السيف هنا جميل ومستمتع هنا في الشاطئ هنا بالزيد وكل سنة بيجي هنا على طول والله إحنا منقدر منسح الصبح بادري ونجيب أكلنا من عبية الفروج أو مطاعم أي مطاعم ونيجي هنا ومعنا الشعر وبتاعه ونقدر يوم هنا أنا بحب إسكندرية الصراحة بحب إسكندرية وبحب الشاطئ ده على طول بنيجي المياه هادية والناس كويسة أنا بقدي أه بس على البحر شوية وعلى الشط هنا شوية ما بعبش عوم أنا بس بروح واجي كده أخويا وبيع في عوم بياخدني معاكد لا هي السنة دي التكلفة أقل من كل سنة والخدمة كويسة ولم حد يجي يقولك السحل هتقوله إيه لا إسكندرية يعتبر المنتزة هنا شاطئ حكومي وبعد كده تحت حرصت الشرطة فيه لوا جيش موجود تأمين للمنتزة دي رخيص جداً في الدخول شاطئ المنظر المجاني أنا جاي ببنتي ومرط إبني وجوز بنتي وعيال عيال أحفاجي دول كلهم كل دول كده أحفاجي لا إحنا جايبين معنا الأكل جايبين معنا الفطار بس إحنا هنا من الساعة ستة ستة صوب هي إسكندرية طبعاً فيها فسح بعد ما بتخلصي الشواطئ برة بتطلعي تتفسحي أي حاجة بتبقى تحت إديكي غير طبعاً الخط الساحل وكده الواحد راح الساحل برضو مش بتمتع زي إسكندرية بقعد ألعب بالرملة وبنفتمتع وبنركب بقى مراكب وكده ومع تغير طبيعة المجتمع المصري وما صحبها من هجرة السياح والمصطفين للإسكندرية والانطلاق غرباً إلى الساحل الشمالي حيث مزيد من الخصوصية بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في إعادة هيكلة المنظومة لتقدم مزيداً من الخدمات للبسطاء إحنا عملنا صندوق اسمه صندوق الغرقة حطينا فيه عشرة في المية من قيمة كل مستأجر لأي شاطئ حطينا فيه لكل مستأجر شاطئ داخل يدفع جنيه يتحط في صندوق الغرقة على أساس أننا أصرف تعويض الغريق في خلال 15 يوم من تسليم وإعلام الوراس الشواطئ المكيانية بدأرها محافظة كيندرية خش بالشامسية الكرسية ما آدفعه شقاً بيأة دولاسود ولا أدنى مقابل غير جنيه الغرقة وجنيه استخدام دورة الميا عادة ذلك الشواطئ هات شامسيتها كرسيك وعد بيأة دولاسود وللتعريف طيب الشواطئ الخدمة اللي ما يطلبها نفس الموضوع ادفع جنيه الغرقة وادفع جنيه دورة الميا وهات شامسيتها كرسيك تفع بيأة دولاسود طب عايزي الخدمة الفرض بستة جنيه المستوى اللازية ليه الشواطئ المميزة دي ممنوع بقى تخش بشمسية وكرسي من عند حادثة ودولي عددهم كلهم تسعتاشر شواطئ وثلاث شواطئ سياحية الفرض فيها بخمستاشر جنيه وجنيه غارقة وجنيه دورة الماية دي سبعتاشر جنيه الثلاث شواطئ بس في اسكندرية اليوري فاج واستالي والمندرة بقيت الشواطئ متاحة للمواطنين الصيف والبحر سيظلان دائما مرتبطين في أذهان المصريين بالاسكندرية وبجنيهات قليلة يمكنهم الاستمتاع ابتسامة وذكريات يعود بها المصطفون من أجازاتهم مرددين رحنة اسكندرية ورمان الهوى